اشتركوا في القناة اصبحت تصريحات وربما تأكيدات بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي وعزم الادارة الامريكية على نقل سفارتها من تل ابيب الى القدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية تأتي هذه الخطوة مخالفة لكل القوانين الدولية ولكل الاخلاق الدبلوماسية والسياسية هذه الخطوة ستكون لها بالتأكيد ردات وفعل ستكون لها اجراءات ليس على المستوى الفلسطيني فحسب وانما على المستوى العربي والاسلامي يعني عديد من التصريحات والقرارات التي خرجت من عدة عواصم اسلامية وعروية تهدد اذا صح التعبير بخطورة او تنذر دعنا نقول تنذر بخطورة ما ستقدم عليه الولايات المتحدة الامريكية في نقل سفارتها الى القدس بما يهدد المنطقة باسرها وليس فلسطين الرئاسة الفلسطينية قبل قليل اصدرت اعلانا بانها ترفض نقل السفارة الامريكية الى القدس واعتبرت ان هذا القرار سيكون له تدعيات خطيرة على عملية السلام واعلنت واكدت رفضها لهذا القرار السيد الرئيس محمود عباس قال وبصلاح العبارة لا عاصمة لدولة الاحتلال في القدس الشرقية وان القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية ان شاء الله لمناقشة هذا الموضوع يسعدنا ان اصطدف معي هنا في الاستوديو الدكتور احمد الوذية استاذ العلاقات الدولية في جامعة الاسراء اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا بك يعني يا دكتور لعل الاحداث تتسارع في الساعة الاخيرة اتصال من الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالسيد الرئيس محمود عباس تبعه اتصال بالملك عبدالله ملك المملكة الاردنية الهاشمية ثم برئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي نيتنياهو نعم في هذا الاتصال على ما يبدو ان ترامب اكد انه عازم على سير كودمان في مخطاطه وموضوع نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس المحتلة برأيك دلالات هذه الاتصالات نعم هذه الاتصالات تأتي في سياق الحملة المستمرة للدبلوماسية الفلسطينية وعلى رأسها سيد الرئيس محمود عباس في اطار مواجهة هذا الاحتلال الذي تتعدد اوجهه المواجهة ليست حسب مع الادارة الامريكية والاحتلال الاسرائيلي وانما ايضا هي مواجهة لدبلوماسية تسعى الى شطب القضية الفلسطينية والى المضي قدما في شطب الهوية الفلسطينية وشطب كل ما يمتلك الشعب الفلسطيني على مضار مسلسل الاحداث الماضية من السياسة الامريكية والتي يقال انها سياسة امريكية لكنها سياسة امريكية بباطن اسرائيلي وبتوجيهات اسرائيلية اللوب الاسرائيلي المسيطر في الولايات المتحدة الامريكية يكاد يكون هو صانع القرار لا اريد ان اجمل في اطار السياسة الخارجية الامريكية جميعها وانما فيما يخص فلسطين والاراضي المحتلة اللوب الاسرائيلي هو الذي يدرس ويقرر ويوجه الولايات المتحدة الامريكية وادارتها الى مثل هذه القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية ولكن الدبلوماسية الفلسطينية تعمل بشكل دائم ومستمر ومطلوب أن تعمل بشكل دائم ومستمر لتعريت الإدارة الأمريكية أمام العالم على أنها وسيط غير نزيه في عملية المفاوضات ووسيط غير نزيه في إدارة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ العام أو حتى الإسرائيل العربية نعم بمجمل الصراع كل الإدارة الأمريكية لعملية السلام التي مرت بها المنطقة العربية بدءا من أول اتفاق سلام عام 1979 79 وهو مؤتمر كام ديفيد الذي عقد في الولايات المتحدة الأمريكية لتوقيع تفاقية السلام أو معادة سلام المصرية الإسرائيلية والولايات المتحدة الأمريكية تحتكر عملية السلام ولا تسمح لأي طرف بالدخول كلاعب في هذه العملية حتى تبقى مصالحها متضفقة في هذا الإقليم والولايات المتحدة الأمريكية استمرت في ذلك واستمرت في وسيط حصري وحيد غير نزيه في إدارة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وهذا يأتي في سياق تبني الولايات المتحدة الأمريكية للمشروع الصهيوني في المنطقة بعد بريطانيا حيث احتضنت المشروع الصهيوني عام 1942 في مؤتمر بلتمور واستدعت كل القيادات الصهيونية التي حضرت مؤتمر بازل في سويرسار سنة 1897 وعملت على دعمهم وعلى تقديمهم إلى المجتمع الدولي على أنهم حركة قومية لها حضورها في أوروبا وفي مناطق أخرى ولابد أن يكون لهم دولة في إقليم الشرق الأوسط التقت مصالح الولايات المتحدة الأمريكية مع مصالح الحركة الصهيونية في تواجد في إقليم الشرق الأوسط لتمر مصالح الحركة الصهيونية وتمر مصالح الإدارة الأمريكية وتعاقبت الإدارات الأمريكية منذ ذلك الحين على أن تقوي هذه الجبهة أو هذا الضراع المتقدم في الشرق الأوسط لجعل هذا الإقليم إقليما بشكل دائم تسير فيه النزاعات وأقليما تابعا وإسرائيل ليست قوية فقط بإرادتها الداخلية وإنما قوية بتفاصيلها التي يمكن أن نسميها الدعم اللامتناهي من الإدارة الأمريكية لها منذ العام 1917 أي منذ نشوء القضية الفلسطينية حتى هذه اللحظة التي نعيشها 1917 حتى 2017 200 عام تعاقب على إدارة الولايات المتحدة الأمريكية 18 رئيس أمريكي أخرهم الرئيس دونالد إترامب 9 رؤساء جمهوريين وتسع رؤساء دموقراطية لم نكد نلحظ أي تغير جذري في التعامل مع القضية الفلسطينية الرئيس الذي وقع اتفاق السلام سنة 1996 بلي كلينتون جاء إلى الكنيسة الإسرائيل وزارة الأراضي الفلسطينية عام 96 وقال جئت هنا قبل عشرين عاما وأوصاني قصة شيخي أنه إذا رتعن يرضى عليك الرب فعليك بمساندة إسرائيل جورج بوش الإبن أرسل ورقة ضمانات أمريكية سنة 2004 إلى رئيس الوزراء شارون قال فيها أن الولايات المتحدة الأمريكية لن توقع أي اتفاق فلسطيني إسرائيلي دون رضا إسرائيل الرئيس باراك أوباما ما قبل الأخير قال في الخطاب الوداعي في البيت الأبيض أنني حافظت على أمن إسرائيل حتى لا تتعرض إلى أي ضرر في المرحلة المقبلة وآخرهم دوننا لترامب قال كيف نوقع اتفاق سلام بين فلسطينيين وإسرائيليين هؤلاء الفلسطينيين أيديهم تلطقت بدماء إسرائيلية ويشمون أسمائش ورحهم بمن مارس هذا الإرهاب إذن كلها منظومة من العمل تجاه القضية الفلسطينية نعم طيب دعني أرحب دكتور بالنائب في البرلمان الأردني النائب عبد عليان المحسيري مساء الخير سياتي النائب أهلا بك سياتي النائب يعني إذا سمحت لي أن نشاهد هذا التقرير وتستمع إليه معنا إن كانت أمامك شاشة ربما تتابع معنا ثم أعود إليك بالسؤال إذا تكرمت علينا صنع في أمريكا دمار صدر إلى العالم تجسد في حروب شنة الولايات المتحدة لنشر ما عرف بفوضى خلاقة بشر بها اليمين المسيحي والصهيوني الذي حكم أمريكا قبل نحو عقدين من الزمان بزعامة جورج بوشل إبن بدأ العمل بحربين كبيرتين في أفغانستان والعراق بعد هجمات غريبة حدثت في نيويورك وواشنطن قلبت وجه العالم وقسمت التاريخ والتأريخ وفق رؤية أمريكية إلى عالم قبل 11 سبتمبر وعالم ما بعده التحولات الاستراتيجية في السياسة الأمريكية تتجاه منطقتنا أتت جميعها ضمن المفهوم البعدي لأحداث سبتمبر لتستكمل مخطط التقسيم الاستعماري الذي بدأه ماركس سايكس وفرانسوا بيكو في معاهدتهم المعروفة التي هيئت الأرض لاستعمار الصهينة المحتلين بعد وعد بلفور المشؤوم سايكس بيكو نصت على تغيير ما جاء فيها بعد مائة عام وعادة تقسيم منطقتنا وفقا للنظام العالمي جديد عمل زعماء أمريكا جميعهم على تحقيقه تحت مسميات كبيرة كان أبرزها مكافحة الإرهاب فزروا الفتن بين الأشقاء وصمتوا على جرائم وإرهاب المحتل الإسرائيلي وكافأوه بالمال والسلاح والاستيطان ومنحوه كل الوقت كي يمارس القتل والنهب والتشريد لأبناء شعبنا ويأتي دونالد ترامب ليستكمل المسيرة فيلوح بإنهاء عمل البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن ويهدد بالاعتراف بالقدس عاصمة أبدية للمحتل الإسرائيلي وبنخل سفارة بلاده إليها في خطوة تناقض كل الأعرف والمواثيق الدولية ترامب يخالف قوانين العالم ويمارس السياسة بمنطق ما بعد المصالح دون أي اعتبارات أخلاقية قد تتلع قبلة المسلمين الأولى كما ابتلعت فلسطين وسط فوضى عربية غير خلاقة ولا نهاية لها في الأفق أحمد عوض الله لبرنامج بين الثنايا شكرا لزميل أحمد عوض الله وهذا السرد للعلاقة الأمريكية بالمنطقة العربية سيادة النائب يعني في الساعة الأخيرة هناك تأكيد من دولاند ترامب في اتصال مع السيد الرئيس ومع جلالة الملك عبد الله بعزم الإدارة الأمريكية وعزمه هو شخصيا على مضي قدما في نقل السفارة إذن لماذا هذه الاتصالات مدام عزما على نقل سفارته إلى تل أبيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر لا لعبة جديدة أيضا من السياسة الأمريكية لدعم هذه خطوة خطوة ستقوم بها أمريكا نحن هناك يعني في حالة ذهول ونحن في حالة استغراب كام ونترقب هذا القرار وإن شاء الله لن يكون هناك إلا إن يكون رفض الشعبي كامل ورفض على مستويات الدولة لهذه الخطوة إن أطلقها ترامب نعم يعني نحن بطبيعة جلالة الملك عبد الله وما يقوم به إخوتنا في المملكة الأردنية الهاشمية بالتأكيد عندما أنا سألت أن هناك تباطر ربما هناك تأخير لم يكن المقصود هنا بالدور الأردني الذي لم يفتأ في دعم القضية الفلسطينية ولم يتأخر ولم يتوانى جلالة الملك عبد الله والحكومة والشعب الأردني في دعم القضية الفلسطينية وتقديم كل مساعدة وليس الأمس ببعيد عندما كانت هناك هبة الأقصى ولكن عندما نتحدث نتحدث عن عالم عربي وإسلامي ونتحدث عن القدس أولى القبلتين مصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومهد السيد المسيح نتحدث عن المسجد الذي لا تشد الرحال إلا لثلاث أحدها المسجد الأقصى يعني هل نحن بحاجة هل السيد الرئيس بي ترقض فقط بي ترقض فقط فقط ولكن فلسطين بأكملها نعم هي ليست للفلسطيني فقط هي للعالم أجمع لكل العالم العربي والإسلامي فلسطين بكافة حدودها كان هناك في قبل أسبوع هناك زيارة من جلالة الملك إلى واشنطن وأعتقد أن هناك أنا حسب ما وصلني من وزير الخارجي أن هناك كان في حديث واسع جدا ورفض شديد من جلالة الملك باتجاه هذه الخطوة ومحاولة تقناع العدول عن الرأي ترامب في هذا الموضوع هذا رجل نعتقد بأنه ترامب رجل سوف يكمل ما بداه الزعماء الأمريكيين ويوجد هناك حوالين ترامب أيضا المتحددين والمتطرفين اليهود الصهينة الذين مسعاهم وهم أنه يريدون هذه الأرض التي يعتبروها أرض المعاد وهم الذين يديرون ويحركون الدفع من جانب ترامب نعم يعني ربما سؤال الأخير ستناد باعتقادك هل من الممكن في الساعات القادمة القليلة قبل أن يلقي خطابه ترامب ربما يعدل عن نيته بنقل السفارة أعتقد أنه إذا أراد هذا الرجل أن يكون أن يكون عاقلاً أن يؤجل هذا الموضوع ولا يولن الآن عن خطته هذه المشؤومة لحين إن شاء الله تشوية الأوضاع في المنطقة والحقيقة أنه اللي يدعي ترامب إلى هذه التصرفات هو للأسف تناهر الإخوة العرب فيما بينهم وتنازع الفتاة للسلطات الذين يسعون إليه هذا للأسف ما يجمي قلوبنا وما يؤلمنا حقيقة أنه من سمح لترامب بالتغول على طلسطين وعلى القدس وإلى آخره حتى اليهود أنفسهم استهين أنفسهم هو للأسف انشغال الزمال العرب بإسلام السلطات للأسف لأنه لم الفتاة الذي يقع من سياسة أمريكية من ترامب أشكرك النائب في المرمان الأردني عبداليان المتصيري شكرا ويحفظ القدس إن شاء الله وفرصين بارك الله فيكم شكرا شكرا لك يعني بالتأكيد نحن دكتور يعني مواقف الأردن لا تحتاج إلى توضيح من سياد تناب أو مني أنا شخصيا وإنما الشعب الفلسطيني يرى مواقف المملك الأردنية الهشمية وفي مقدمات جلالة ملك عبدالله في دعم القضية الفلسطينية دكتور يعني هناك من حقيقة يعني من يقول ماذا يعني نقل السفارة سفارة أمريكا إلى منت الأبيب إلى القدس ماذا يعني وأنا بالتالي أنقل هذا السؤال إليك لتوضح لي المشاهدين يعني نقل السفارة الأمريكية من مكانها الموجود في حاليا إلى مدينة القدس يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية ضربت بعرض الحاد كل الاتفاقيات الدولية الموقعة وأنها تعترف بما تريد إسرائيل هذا إيه ذلالة واضحة وإشارة لا غبنة فيها ولا أي تشويش على أن الإدارة الأمريكية كانت تحدث بعض التفاصيل دون أن تكون في ظاهرة المواجهة لكنها الآن تقول علناً وللعالم أجمع وبكل معنى الكلمة الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تتبنى إسرائيل وهذا عائق أمام عملية السلام التي ترعلها الإدارة الأمريكية الوسيط دائماً ما يكون دوره التقريب بين طرفي النزاع أو الصناع في وجهة النظر لكن هذا الوسيط الحالي الموجود في إدارة عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لا زال مستمراً في دعمه للسياسات الإسرائيلية وعلى الأقل هو يتسطر على كل ما تقوم به إسرائيل تجاه الفلسطينيين بل في كل المحافل الدولية يسعى إلى الضغط على الجانب الفلسطيني لتحقيق مكاسب إسرائيلية هذا أيضاً يأتي في سياق دعم رئيس الوزراء الحالي نتنياهو في إطار إخراجه من الأزمة الداخلية التي يعيش فيها لذلك هي تحاول دائماً أن تنقل الصراع إلى الطرف الآخر وأن تؤزم الطرف الفلسطيني ونقل الصفارة بكل معنى الكلمة يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية ماضية في الاستجابة لكل الطلبات الإسرائيلية دون الالتفات إلى الفلسطينيين وهذا معناه أيضاً أن الإدارة الأمريكية تقوض قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية التي تم الاتفاق عليها في اتفاق أسلو سنة 1993 حدود الرابع من حزيران ودولة فلسطينية على هذه الحدود والقدس هي العاصمة الشرقية أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت بنقل الصفارة دون دول العالم كلها التي لها صفارات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي تل الربيع هذا فيه ذلالة وأشارة واضحة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ماضية وماضية بقوة في أن تكون بكل تفاصيل إدارتها إلى جانب إسرائيل دكتور يعني تحدثت بأنه هذا يأتي دعم لنيتنياهو في أزمة التي يعيشها داخلياً نعم وأزمة حكومته ألا تعتقد بأنه أيضاً هو ضغط من اللوب الصهيوني على الرئيس الأمريكي الدونالد ترامب ترامب ربما يتعرض في هذه الآونة لضغطات بمحاولة ربما إسقاطه وعدم تكملته للفترة الرئاسية وهناك وعدات من اللوب الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية بدعمه لو نفذ هذه الخطة التي ستؤدي إلى الاعتراف بأن القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة عادة الرؤساء الأمريكيين يكونوا أكثر تقييداً في الفترة الرئاسية الأولى من الفترة الرئاسية الثانية وهذا ما لمسناه في درسات أكاديمية متعددة لرؤساء أمريكيين تقلدوا الإدارة الأمريكية لمرحلتين ومنهم أن تقللوا لمرحلة واحدة الآن الرئيس دونالد ترامب وقبله الرئيس باراك أوباما كان في الفترة الرئاسية الأولى مقيداً بينما كان أكثر تحرراً في الفترة الرئاسية الثانية وما أدل على ذلك بأنه حتى في أحد نتنياهو القرار الأخير 2-3-3-4 الخاص بإدانة الاستطان لم يتخذ في الفترة الرئاسية الأولى حتى ذلك انعكس على كل فلسفة الحزب الديمقراطي وفاز جمهوري رغم أنه كان الصراع يميل إلى كلينتون في الانتخابات إلا أن هذا فاجأ الجميع وكان ترامب هو الرئيس الذي أوصلته الانتخابات الآن الرئيس ترامب يحاول أن يحافظ على هذا المكتسب وأن ينجح في الدورة الثانية أو في الانتخابات لولاية ثانية في المرحلة المقبلة عام 2022 أن يكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لمرة جديدة فعلاً كما تحدث اللوب الصهيوني يسعى إلى أن يبتز الإدارة الأمريكية ورئيسها وإدارتها من أجل دعمهم في الاستمرار لثمان سنوات في إدارة البيت الأبيض سواء كان ذلك جمهوري أو ديمقراطي الآن هذا الطلب فعلاً قد يكون مطلوب من إدارة الرئيس ترامب في هذه المرحلة أن تقدم على هذه الخطوة لتنفيذها وأن تصبح على أرض الواقع في إطار حالة عربية فعلاً وأنا تقديري أن هذا الأمر قد درس جيداً اختيار التوقيت حتى وأن كان بلون اختبار يمكن أن يكون هذا الشهر بلون اختبار لكن ينفذ الشهر القادم هو الآن لم يعلن صراحة هي في إطار أنه عازم على نقل الاستفارة الظروف العربية والإقليمية والدولية من وجهة النظر الأمريكية والصهيونية مواتية لاتخاذ مثل هذه الخطوة لأنه لن يكون هناك رد الفعل سوى من الفلسطينيين وربما بعد فترة يتم استيعابها لذلك فعلاً اللوب الصهيون ضغط بهذا الاتجاه وهو يسعى إلى الضغط على الرئيس الأمريكي لاتخاذ خطوة بهذا الاتجاه أيضاً سبقها إرهاص مهم جداً وهو مكتب منظمة التحرير الموجود في واشنطن وقد طلبت الإدارة الأمريكية رسمياً لم يتأتي هذه الخطوة جزافاً طلب من القيادة الفلسطينية أن تسحب أسئل بعثها دكتور وهذا ما يدفعني لأسؤال التالي وهو عندما عدم التجديد لماكتب منظمة التحرير الفلسطينية واليوم نقل الصفارة وما سمعناه من خلال حديث عن خطة القرن لأوباما هل هي حرب على القضية الفلسطينية دكتور؟ نعم هي حرب على القضية الفلسطينية ومحاولة إنهاء هذا الملف على حساب الفلسطينيين الولايات المتحدة الأمريكية تريد حل القضية الفلسطينية لكن برؤيتها أو بالرؤية الإسرائيلية بالضبط هي تسعى إلى أن تحل القضية الفلسطينية وطيلة الفترة الماضية بالمناسبة الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن جادة وحتى هذه اللحظة في حل يضمن للفلسطين ما تم الاتفاق عليه هي تسعى إلى إنهاء هذا الصراع لتقول للعالم أن الإدارة الأمريكية قادرة على إنهاء آخر صراع في العالم على مستوى صراع بين دولتين الفلسطينيين والإسرائيليين وتضع الفلسطينيين في كفة الذي يجب أن يقدم التنازلات ليحل السلام عام 2000 الرئيس ياسر عرفات توجه إلى كام ديفيد في مثل هذه الظروف وكان في حينها رئيس الوزراء براك مأزوما وتوجه في يوليو إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكان مؤتمر كام ديفيد عام 2000 وطلب من الرئيس الفلسطيني أن يقدم تنازل وعرض عليه أن تكون مدينة القدس في أبوديس وطلب من الرئيس الفلسطيني نعم مدينة القدس أن تكون في أبوديس أو عاصمة الفلسطينيين في القدس في مدينة القدس أبوديس أسموها زي ما أبيتكو الرئيس الفلسطيني طلب من الرئيس كلينتون أنه يريد موافقة كل المسلمين على مستوى العالم بهذا القبول وهذا يتطلب أن نعود إلى الأراضي الفلسطينية ونسأل المسلمين هل تتنازلوا عن مدينة القدس قال له الرئيس كلينتون أن هذا سيفجر المنطقة وأنت ستتحمل مسؤولية ذلك وربما هذا يكلفك حياتك في القدس إذا كلفني ذلك حياتي قال له في المقابل يمكن أن نقدم لك دعما سخيا لإدارة السلطة الفلسطينية على المستوى المالي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى مستوى المساعدات الخارجية قال له الرئيس عرفات رحمة الله عليها لا حاجة لنا في ذلك وبالتالي الإدارة الأمريكية ليس جديد عليها هذا الموضوع التاريخ لا يعيد نفسه لكن يكرر أحداثه يعني باعتقادك نعم هذا ما كنت أود أن أسأله أن التاريخ يعيد أحداثه الآن وما مارسته الإدارة الأمريكية على الرئيس الشهيد ياسر عرفات الآن تمارسه على السيد الرئيس محمود عباس باعتقادها بأن الرئيس محمود عباس سيتنازل هي تعتقد دفع ثمنه لنفيذ المواقف وهم يعتقدون بأن الرئيس محمود عباس الذي كان واضحا في كل لقاءاته وفي كل تصريحاته وفي كل كلماته بأنه لن يتنازل وأقال لترامب قبل قليل بأنه لن تكون القدس عاصمة لإسرائيل ولن تكون دولة بدون القدس عاصمة لفلسطين لن تكون دولة فلسطينية بدون القدس عاصمة لها يعني ما زالت العقلية الأمريكية وإدارة ترامب الجديدة تعتقد بأنه من الممكن من الممكن أن يتنازل الرئيس محمود عباس وأن تتنازل الأمة العربية والأمة الإسلامية في منظور الولايات المتحدة الأمريكية وفي عمل وفلسفة السياسة الخارجية الأمريكية اضغط لعل الظروف تنتج شيئاً هذه نظرية في العمل السياسي الأمريكي اضغط لعل الظروف تنتجها يتعتقد أن الفلسطينيين غير حاسمين أمرهم في هذا الموضوع وربما يكون لديهم من يتنازل مقابل إغراءه لا يمكن لأي فلسطيني موجود على هذه البسيطة يتولى إدارة وقيادة الشعب الفلسطيني أن يتنازل عن قيد أنملة بعد أن قدمت فلسطين التنازل الأكبر من أجل إحلال السلام 78% من أرضها التاريخية تنازلت عنها من أجل أن يكون هناك سلام في هذه المنطقة وليكتب التاريخ ما شاء في المستقبل هذا اتفاق مرحلي يمكن للمستقبل أن يحمل في طياته أشياء كثيرة 22% ما هو معروض للفلسطينيين منذ عام 93 لذلك بعد هذا التاريخ تمطرس الفلسطينيون حول كل التفاصيل بما في ذلك الحدود والأرض والسيادة والتبادل والمياه والأسرة وكل قضايا الحل للنهائي والقدس على رأسهم لا يمكن الآن لأي فلسطيني أن يقدم أي تنازل على الإطلاق ومواقف الرئيس محمود عباس حاسمة منذ عملية التفاوض التي بدأت عقب استشهاد الرئيس ياسر عرفات عام 2005 بما في ذلك مؤتمر أنبوليس ثم جولات كيري المككية ثم جهود باراك أوباما ثم المفاوضات التي تمت في تلك الفترة المواقف حاسمة طلب الرئيس وقف الاستيطان مقابل التفاوض طلب الرئيس أن تكون القدس كما تم الاتفاق عليه ضمن حدود 67 عاصمة الدولة الفلسطينية لذلك لم يبقى أيضا أمام الفلسطيني شيء ليتم التنازل عنه على ماذا نتنازل؟ القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية حدود الرابع من حزيران وفق رؤية لدولة قابلة للحياة وليست دولة مقطعة الأركان ودولة يقضمها الاستيقام في كل وقت وحين لذلك الموقف الفلسطيني وموقف الرئيس محمود عباس واضح وجلي يا رجل الرئيس دكتور يعني عذرا الرئيس محمود عباس أعلنها في مؤتمر لحركة فتح نعم كان سمعه كل العالم صحيح قال أنا لن أسجل على نفسي بعد هذا السن يعني تنازل ولن يكتب عني التاريخ أنني تنازل يعني اللي أعرف إذا كان زميري المخرج ربما لديه المقطع الصوت وصورة أيضا الرئيس محمود عباس يعني رفض رفضا تاما لكل الضغطات التي قالت أبو ديس عاصمة للدولة الفلسطينية نعم دكتور هل يحتاج يعني القيادة أعلنت أنها تدرس الدعوة لعقد وأعتقد أنها ربما وجهت يعني دعوة لعقد كمة عربية طارئة هل يحتاج العرب والمسلمون إلى دعوات من الرئيس والقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني كي يصدروا مواقفهم ويعلنوا مواقفهم ضد ما يتخذ وضد ما يمارس في المسجد الأقصى وفي القدس الشريط ليس المطلوب قمة عربية مطلوب حالة نفير لأن الموضوع لا يتعلق بالفلسطين وحدهم الهجمة ليست على قطاع غزة حتى نطلب قمة عربية لتطلب إدانة الاحتلال الموقف يعني هجوم على الأقصى يعني هجوم على المقدسات الاسنوية على قبلة المسلمين لذلك مطلوب من العرب على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي تحرك دبلوماسي على مختلف المستويات وتحرك شعب أيضا يرفض هذا القرار الأمريكي ويقول للعالم أجمع أن هذه القبلة للمسلمين حرمتها كحرمة مكة وأن هذه القبلة للمسلمين هي رمز لديانتهم وأن هذه القبلة للمسلمين هي محل ومهبط السلام وليست مهبط الصراعات كما تريدها الولايات المتحدة الأمريكية هي تريد أن تخلط الأوراق وتقلب المنطقة إلى حالة صراع دائم مطلوب حالة نفير منذ هذه اللحظة قبل أن يتخذ القرار لأنه إذا تخذ القرار ونحن على هذا الحال ربما تسير الأمور بما لا نتمنى مطلوب حالة نفير لترسل إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ستتهدد هذه الدولة العظمة التي تهيمن على العالم لا تفهم إلى لغة المصالح يجب أن تهدد مصالحها بشكل رسمي في إقليم الشرق الأوسط في الوطن العرب أن هذا الإجراء لن يكون له عواقب وخيمة فحسب على الفلسطين وإنما على العالم والوطن العرب ربما أقوى التصريحات والمواقف التي صدرت حتى هذه اللحظة الدواء أقصد هنا الدولية هو ما جاء على لسان رئيس التركي رجب طيب أردوان الذي حدد بقطع العلاقات مع إسرائيل في حال تم اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل يعني باعتقادك ما أهمية مثل هذا الموقف التركي نعم هو مهم جدا ويشكل بداية المواقف الذي يجب أن اتخذ العرب قبل تركيا لأنه مع التقدير الكبير لتركيا ودعمها للقضية الفلسطينية من باب أولى أن يكون الموقف العربي أكثر قوة وأن يكون الموقف العربي أكثر رصانة وأن يتوجه العرب على المستوى الرسمي والشعبي ليس فقط إلى إرسال رسائل من خلال مظاهرات أو ما شابه ذلك أو مسيرات وإنما التوجه إلى كل المحافل الدولية على مستوى القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بين الدول لإستثمارها ضد هذا القرار وإلى قطع العلاقات الدبلوماسية حتى ليس فقط مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ومن يساند هذا القرار أيضا لابد من أن يقف العالم أو تقف الدول العربية موقفا ممن يساند هذا القرار ومن يدعم هذا القرار إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ومن يساندها نعم طيب دكتور يعني دعني أرحب بضيفي على الهاتف من القدس دكتور أحمد درويضي سفير منظمة التعاون الإسلامي في القدس أهلا وسهلا بك دكتور أهلا بك مساء الخير دكتور يعني ما موقف منظمة التعاون الإسلامي من يعني قدام أو زعم ترامب بنقل الصفارة صفارة بلاده إلى القدس الشريف والاعتراف بها كعاصمة لدولة الاحتلال إسرائيلي يعني بالأمس عقدت منظمة التعاون الإسلامي اجتماع على مستوى المندوبين وبالتالي صدر بيان تم نشره وتضمن تحرك المجموعة الإسلامية على مستويات مختلفة بالطلب من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي بشكل فردي بمخاطبة الولايات المتحدة الأمريكية حول خطورة هذا القرار وتأثيره وبالتالي الضغط باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا التحرك المجموعة الإسلامية في الأمم المتحدة وتحديدا الأعضاء في مجلس الأمن وتنسيق مع المجموعة العربية وهذا أيضا مهم جدا وهناك أيضا إذا ما استمر هذا الإجراء ونقلت أو صدر القرار وهناك اجتماع وزاري سيتم على مستوى الزراء الخارجية للدول الإسلامية وربما قمة إسلامية هذا ما تضمنه أهم النقاط الذي تضمنها البيان بالأمس عدا عن دعوة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراجعة قراراتها لمخالفتها للحق التاريخي والسياسي والسيادي للشعب الفلسطيني وأيضا أبعاد هذا القرار القانوني لمخالفة القرارات الممتحدة والاتفاقيات التولية وغير ذلك لكن الأهم باعتقادي هو التحركات التي تقوم فيها الدول الإسلامية على شكل مجموعة أو بشكل سردي وستمعتم ربما اليوم إلى العديد من المخاطبات التي تمت من قبل دول إسلامية مختلفة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبعضها بشكل مكتوب وبعضها بشكل الترصالات هاتفية كل هذا الضغط طبعا يتناغم مع مطلب السيد الرئيس ومطلب دولة فلسطين بالضغط بإطار إيقاث هذا القرار لتأثيره على مستقبل العملية السياسية ومستقبل القدس طيب دكتور أنا معي هنا في الستوديو الدكتور أحمد الوديية يعني أود أن يدخل معك في مداخرة مساء الخير وجهود مباركة وطيبة وإن شاء الله تتكلل بالنجاح منظمة التعاون الإسلامي لها تقدير كبير واحترام وهي أنشأت بعد حريق المسجد الأقصى ولها تاريخ حافل بدعم القدس ودعم القضية الفلسطينية لذلك نتمنى من منظمة التعاون الإسلامي أن تكون الصباقة في اتخاذ مواقف جريئة ترتقي إلى مستوى المواجهة في المجتمع الدولي والمواجهة مع الدول التي تساند مثل هذا القرار وأن يكون لها موقف حاسم ليس فقط عبر بيانات وإنما عبر تنشيط المنظومة الدولية التي تحتوي هذه المنظمة والتي هي موجودة في أروقة هذه المنظمة حتى يتسنى لنا فعلا بناء موقف يرفض هذا القرار من ناحية عملية وتكون فعلا بكورة الإنجازات نحو تصويب الأوضاع ونحو أن تقول لمن يتخذ مثل هذه القرارات أن هذا القرار لابد أن يكون له تداعيات خطيرة على مستوى كل المسلمين في العالم وليس على مستوى الفلسطينيين فحسب صحيح دكتور وهذا ما بدأ بالاتصال ما بين معالي وزير خارجية مع معالي الأمين العام باتصال هاتفي ثم كان هناك بيان من خلال الأمين العام ثم الدعوة لعقب اجتماع على مستوى لجل المندوبين الآن هناك برنامج لاجتماع على مستوى وزاري وربما قمة إسلامية لاحقة ولذلك يعتمد على ما سيترتب خلال الأيام القادمة على كل أيضا مكتب المنظمة هنا في فلسطين على تواصل مع المؤسسات المقدسية نحن بالأمس كنا بلقاء مع الفعاليات الدينية الإسلامية والمسيحية وأيضا مع المؤسسات المقدسية الأهلية والوطنية وكان هناك في لقاء صحفي وكانت رسالة واضحة من الكل الفلسطيني وكل المقدسي وبالتالي الدعم المنظمة لهذا الموقف الفلسطيني مهم جدا الآن أن يكون هناك ضسط أوسع باتجاه للدار الأمريكية هذا اللي بتركز عليه المنظمة هذا اللي بتركز عليه الدول الإسلامية وربما استمعتم وأنا كما مرة أكرر إلى المراسلات وتصريحات لتطلق عن بعض القادة المسلمين اليوم وبعتقد هي مهمة جدا نعم طيب دكتور ماذا تتوقع لو تم تنفيذ هذا القرار بالفعل خاصة من أهلنا في القدس وليس كما كنا قبل قليل ليس الأمس ببعيد عندما حاول اليهود اقتحام المسجد الأقصى ومنع المسلمين من الصلاة في المسجد الأقصى رأينا ماذا حدث يعني أنا كمقدسي بدي أتحدث هناك رفض الحقيقة مطلق لهذا القرار وربما جرب الاحتلال المقدسيون في تموز الماضي عندما تم اقتحام المسجد الأقصى المبارك وكان هناك هذه الهبة الجماهيرية الذي دعت الاحتلال للتراجع وهناك أيضا الآن واضح أن هناك فيه إعادة تسخين الأحداث من جديد في القدس إذا ما استمر هذا القرار أو إذا ما نقلت السفارة إلى القدس خاصة أن هذا القرار معناه أنه اعتراف الولايات المتحدة بالقدس بين قصين موحدة عاصمة لدولة إسرائيل أو لدولة الاحتلال بالتالي هناك تنبه من الفعاليات الدينية تصريحات صدرت عن رجال الدين الإسلام والمسيح أنا أعتقد أنها تصريحات مهمة هناك اتصالات جرت مع كل المفتين في العالم الإسلامي خلال ثلاثة أيام الماضية هناك أيضا تواصل تم مع قوة وفعاليات سياسية عربية وإسلامية من قبل القوة الوطنية في مدينة القدس الكنائس تحركت أيضا ببيانات إعلامية هناك إضافة للتحرك السياسي الذي يقوده سيادة الرئيس هناك تحرك شعبي هناك تحرك مؤسساتي هناك الآن جهد يتم مع مؤسسات الدولية اللي موجودة في مدينة القدس وتحديدا قناصر الدول الأجنبية خاصة أنه هذا القرار فيه اعتداء على القانون الدولي وفيه اعتداء على الأمم المتحدة وعلى القرارات الصدرة عن الأمم المتحدة تعلمون هناك مراكز للأمم المتحدة للاتحاد الأوروبي اللجنة الرباعية في القدس هناك قناصر للدول الأوروبية كل هذه تم التواصل معها خلال يومين الماضيين حول تأثير هذا القرار ونتاجه المتوقع أن تكون تأثيرها ليس فقط في فلسطين وإنما بالعالم أجمع فاصل ما تمثل القدس من قيمة دينية لدى المسلمين عبر العالم دكتور أحمد رويضي ممثل منظم التعاون الإسلامي في فلسطين أشكرك شكرا جزيلا وتحياتنا لأهلنا في القدس الشريف دكتور كما تفضل دكتور أحمد هناك تخوف من نتنياهو هبة الأقصى لازالت حاضرة في أذهاننا وفي أذهان نتنياهو بالتأكيد وحكومته الذي أعلن اليوم أنه يستعد لتدهور أمني يعقب الإعلان الأمريكي بنقل الصفارة إلى صفارة أمريكا إلى القدس باعتقادك هل هو خوف اللص من ردات فعل صاحب البيت؟ نعم هو فعلا يخشى من ردات الفعل ويخشى إذا كان دخول المسجد الأقصى أو المحاولة لدخول المسجد الأقصى فجر انتفاضة لا زالت حتى اللحظة مستمرة منذ 15 عاما أو 17 عاما تتتابع الأحداث فيها تهدأ قليلا ثم تعود لكن سبب انفلات كل الواقع الأمني في فلسطين كان منذ العام 2000 عندما فشلت مفاوضات كام ديفيد ألفين واجاء شارون لزيارة المسجد الأقصى فدخلت المنطقة في حالة من الانفلات الأمني بالتوصيف الإسرائيلي أو الانتفاضة الفلسطينية للدفاع عن حقوقنا بتوصيفنا كفلسطينيين دخلت المنطقة في هذه المساحة حتى هذه اللحظة التي نعيشها لم تنتهي انتفاضة الأقصى حتى عام 2017 تجددت باسم القدس والأولى كانت باسم الأقصى وبالتالي هو يخشى فعلا ردة فعل صاحب البيت لأن إسرائيل والقيادة الإسرائيلية تعرف تماما من هو صاحب الحق في هذه الأرض وهي مقتنعة تماما بأنها تسيطر على هذه البقعة من الأرض ليس فقط بقوتها وإنما بضعف المحيط الذي يحيط فيها الوطن العربي يعيش حالة للأسف مرتبطة بالقضايا الداخلية ومرتبطة بقضايا ذاتية لها علاقة بالدول نفسها وبالحالة التي وصلت إليها لذلك إسرائيل تستمت قوتها من عاملين رئيسيين مساندة الولايات المتحدة الأمريكية لها وحالة الضعف العربي التي نعيشها ونحن كفلسطينيون نقع بين ضعف العربي وبين الهيمنة الأمريكية على النظام الدولي وزاد ذلك أسفا وزاد ذلك جرحا أعمقا في جسدنا كفلسطيني الانقسام السياسي الفلسطيني الذي نتمنى إن شاء الله أن يكون فيه طريقه إلى الزوال والإنتهاء حتى يتوحد الموقف الفلسطيني أمام مثل هذه المواقف من الإدارة الأمريكية وصل لذلك الإدارة الإسرائيلية أو رئيس الوزراء الإسرائيل الآن يخشى فعلا من تضاهر الحالة الأمنية لأن ربدة الفعل الفلسطينية لم تكن بسيطة على مستوى مواجهة الاحتلال وربما الفلسطينيين يقدموا على خطوات وتعود إجراءات كانت قد يعني مارستها المقاومة الفلسطينية سنة 2000 و2001 و2002 طيب ترامد دكتور وعد في حملته الانتخابية بنقل السفارة إلى القدس الشريف وذلك في أكثر جاء ذلك في أكثر من مناسبة وقال بأن الأمر مرتبط بالوقت طالما أن مثل هذا الأمر مخالف للقوانين والقرارات والشرائع الدولية لماذا لم تتحرك يعني الأمم المتحدة لتعارض موقف أولاد المتحدة الأمريكية وهناك قرارات واضحة وصريحة صادر عن الأمم المتحدة وعن مجلس الأمن بعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأن السيادة في القدس هي سيادة فلسطينية نعم لأن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع 22% من وازنة الأمم المتحدة وهي أكثر داعم للأمم المتحدة وهي تسيطر على معظم مفاصل الأمم المتحدة هذا ليس جديداً على الإدارة الأمريكية سنة 1947 عندما أرادت الولايات المتحدة أن تفرط قرار التقسيب بالقوة قرار 181 مندوب دولة هيتي رفض مطلقاً أن يصوت لصالح هذا القرار ضغطت الولايات المتحدة وهددت هيتي بأنها لن تستورد أي جرام مطاط تنتج هيتي والذي كان يشكل 100% من وضحها الاقتصادي فصوت مندوب هيتي لصالح القرار وقال أصوت رغماً عن أنفي وهو باكياً لصالح هذا القرار لأن الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت على حكومته أعلن ذلك صراحةً ومسجل ذلك لهيتي قبل 70 عام من هذا التاريخ لذلك الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تبني منظومة داخل المحافل الدولية تضمن لها القرارات التي تريدها وليس فقط في إقليم الشرق الأوسط وإنما في أقليم أخرى في جنوب شرق آسيا ودول البلقان وما إلى ذلك لكن ما نلمسه وما نلحظه وما نعرفه هو الذي يدور في إقليم الشرق الأوسط لذلك لاحظ الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت الفيتو أكثر من 79 مرة ضد القرارات التي تخدم القضية الفلسطينية ويوجد الدول تصوت عليها لصالح إسرائيل أكثر من 52 مرة وهذا يعني أنها استخدمت هذا الحق فوق 123 مرة بما يخدم المصالح الإسرائيلية لذلك لن يكون هناك للقانون دورا هل تعلم أن لو القانون أخذ مجره الطبيعي لما وصلنا إلى هذا المستوى لكن الأمور تدار بشكل سياسي وليس بشكل قانوني في كل المحافل الدولية في المحكمة الجنائية الدولية وفي مجلس حقوق الإنسان وفي الجمعية العامة وفي مجلس الأمن لا تدار الأمور بشكل قانوني أي قانون الذي يمنع الفلسطينيين من أن يوقف فقط الاستيطانة طيب ما دمنا مدامة الأمور لا تدار بشكل القانوني هل نحن مقبلون على بلفور 2 بعد مرور مئات عام؟ نعم مقبلون على سايكس بيكو 2 ومقبلون على بلفور 2 وربما بلفور كان قد أرسل إلى شارون عام 2004 من قبل الرئيس جورج بوش الإبل الذي تمكن بنقله صورة حل الدولتين أو تبنى حل الدولتين أرسل ورق الضمانات عام 2004 قال فيها أن الولايات المتحدة الأمريكية بإداراتها القادمة لن توقع أي اتفاق مع الفلسطينيين دون أن تكون إسرائيل راضية تمام الرضا عن هذا الاتفاق لذلك هو منحهم قبل 13 عاما هذا الحق والآن يأتي الرئيس الحالي يستكمل هذا المشوار ويعطي بلفور 2 بنقل السفارة والبدء بتنفيذ الخطوات الجدية على الأرض وسايكس بيكو مضى عليه مئة عام أيضا عام 1916 والمنطقة من وجهة نظر العالم الذي يسيطر ويهيمن على العالم الهامشي والدول التي ليست في المركز الآن المنطقة بحاجة إلى سايكس بيكو 2 يعيد تقسيمها بدلا من أن كانت دولة واحدة إلى 22 دولة لتصبح الآن 44 دولة وهذا ما أعلن عنه بيرنرد لويس أحد المفكرين الأمريكيين بشيء أسماء خريطة الدم أن يتحول هذا الإقليم إلى لون أحمر في صراعات داخلية طائفية ينتج عنه أن يكونوا 22 دولة على الأقل 46 دولة والتالي نحن أمام بلفور 2 وسايكس بيكو 2 طيب دكتور دونالد ترامب يعني في خلال فترة رئاسته هذه ليست طويلة ما أخذ عنه ومعرف عنه وتخبطه في إدارته في سياسة الداخلية والخارجية وأثار العديد من المشكلات الداخلية في أمريكا أو على مستوى الخارج وكل ذلك يعود إلى عدم اتزانه السياسي ويعني دعنا نقول هفواته الكثيرة في ممارسة السلطة طيب إذا كان هذا ترامب ويتعامل بأهوائه الشخصية في ممارسة السياسة في المقابل أين حزب المعارض وأين النخبة السياسية الأمريكية نعم أولا رغم السقطات التي يقوم بها ترامب إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة مؤسسات الرئيس ينفذ ما ترتقي مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية هو شخص على رأس الإدارة الأمريكية ينفذ ما ترتقي مصلحة بلاده على عكس دول العالم الثالث التي توظف الدولة لصالح مصلحة الفرد وإنما في الولايات المتحدة الأمريكية توجد دولة مؤسسات وتجرى دراسات على شخصيتك الرئيس الذي يكون موجودا وتوظف شخصيته أيضا لصالح الإدارة الأمريكية ربما هذه الهفوات وهذا ليس من باب نظرية المؤامرة شخصية دونالد ترامب هكذا وتوظف هذه الشخصية لصالح كثير من التفاصيل داخل الولايات المتحدة الأمريكية لا أرغب أن أقول بأن كل شيء يسير ضمن سيستم معين لكن حتى الهفوات توظف بشكل يخدم مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي حينما نتحدث عن أين الحزب الذي يعارض أفكار الرئيس الحالي عندما يقول الحزب الديمقراطي أنني أرفض تماما سياسة ترامب في نقل القدس في نقل السفارة إلى القدس فهذا يعني أن الحزب سيخسر مستقبلا أمام اللوب الصهيوني وحاليا في مصالحه الداخلية الأمر ليس مرضبط فقط بالانتخابات إنما هناك لوب النفط ولوب السلاح واللوب التجاري اللوب الصهيوني ليس فقط يعمل في السياسة وإنما يعمل في عدة مجالات بما فيها الإعلام الأمريكي يسيطر عليه اللوب الصهيون أيضا وله أسهم فيه وبالتالي لن يستطيع أحد في هذا الموضوع التحديدا أن يقول لا لغة المصالح التي تربط الأحزاب التي تعمل داخل الولايات المتحدة الأمريكية باللوب الصهيون أشكرك دكتور أحمد الوديو أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الإسراء وأعتقد بأن أهم شيء نقدم لقضياتنا وللقدس الشريف هو أن نقف صفا واحدا وغدا أعتقد أنه يوم غضب فلسطيني ضد سياسة أمريكا أشكركم مشاهدين الكرام لكن قبل أن أغادركم وأن أغادركم نذكر العالم نذكركم ونذكر العالم بما قالوا السيد الرئيس أمام في اجتماع عامل المجلس الثوري لحركة الفتح يللقاء أقسم بالله لو أحكي لكم شو الضغوطات اللي صارت علي فيها ثلاثة أربع سنوات الماضية إلا يعني تشفأوا على حالي ولكن ولكن أنا أريد أن أجيب شيء لوطني أريد أن أجيب شيء لي أنا عمري 79 سنة يا أخوان 79 سنة ألا أخليك ومش مستعد أنهي حياتي بخيانة ومش مستعد ومش مستعد ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر